أهلا بكم عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الكازخي نور سلطان نزار باييف في العاصمة أستان اليوم مباحثات ركزت على سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط أذى وسلم الرئيس الكازخي جلالة الملك جائزة نزار باييف الدولية للمساهمة في الأمن ونزع السلاح النووي التي تمنح للمرة الأولى تقديرا لجهود جلالته ومساعيه المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالمة كما التقى جلالة الملك رئيس الوزراء الكازخي في اجتماع تناول سبل النهوض بمستويات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين